يمكن من الحاجات القليلة الكويسة في الزمالك محمد صبحي في الفترة الأخيرة يعني أنا كنت بتكلم أن الزمالك لو عنده حاجة استفاد منها في الهاية الموسم ده للموسم الجديد الزمالك كان عنده قزمة كبيرة جداً في حراسة المرمى طول الموسم المستوى اللي بيظهره صبحي من لقاء صرمية كله بطرة في الدور الأول اللي كان في ملعب المقولين العرب اللي انتهت 2-1 للزمالك صبحي شال حاجات صعبة جداً من القندوسي وكانت فيها تزديدة وتزديدات كتير صبحي بقى له فترة ما قد مستوى جيد والهدف اللي بتخش فيه غاء ما لاش أي علاقة بيه يعني نهارة درب الجزاء جيد جيد عشان هو فايق ولا جيد عشان بلعب ممكن نقول مش تحترق حاجتين يا كريم أعتقد أن صبحي لما حس بخطر حصل ليه في المشكلة اللي حصلت سابقاً وحاس أن فيه زي جرس كبير تم ضربه كده لازم تزبط حياتك بره الملعب أعتقد حياة صبحي بره الملعب بدأت تبقى أفضل فده انعكس على مستوى جوال ملعب النقطة التانية أعتقد أن حراس المرمى بيحتاجه بوضوح أنت رقم واحد أو رقم اتنين ودي على فكرة اللي ممكن بدأت تظهر فيه الأهلي عشان كده كولر دايما بيحسمها أنا الشناعة عندي رقم واحد طول وقت زي ما أنت بتقول كده أنا دي مؤمن أن دي أفضل حاجة في حصل المرمى مستوى شبير جيد جداً بس أنا عندي شناعة رقم واحد أنا مؤمن أن حراس المرمى اللي يبقى رقم واحد لازم يعرف أنه هو رقم واحد ويبقى واخد كل الثقة وكل الدعم في المكان ده لغاية لما هو بنفسه يضع فرصته من إيده عشان كده صبحي أعتقد لما حاس أنه بقى رقم واحد مع تجديد عقده مع ضبط نفسه بره الملعب شوية مع تركيزه وده انعكس على مستوى صبحي بقى بيقدم مستوىات جيدة جداً رغم أنه زي أنا بقول أنه فيه تغير كتير تحصل جداً في دفاع الزمالك لكن الراجل ما قدم مستوىات جيدة أنا جبت النهاردة 3 كرات بيبرزوا 3 نقط في صبحي بيعملهم جيداً الأولى صبحي من المميزين جداً في الخروج من المرمى وكنا تكلمنا حتى فيه حتى لما غلط في أحد الكرات قبل كده وخرج من المرمى فاشبالية المحلة وقلاشة أنا بقلت له اخرج تاني يا صبحي الكرة دي ده الصح أنه أنت تغطي على دفاعك وتخرج الكرة دي رغم حسب التسلل بس هو ما كانش في اللحظة اللحظة دي الصبح ما كانش عادي فيه تسلل طلع قفى المرمى بشكل جيد جداً على الانفراض وآخر كرة بقى كانت عرضية زمالك كان معاني كتير جداً في الكرات العرضية عدم خروج وحراس المرمى لأ صبحي خرج من مرمى عدم خروج عواد بالزبط صبحي خرج ومسك الكرة بشكل جيد دي بقى كانت النقطة التانية اللي كنا عايزين نتكلم فيه عن اللقاء اشتركوا في القناة